تعرفت على واحد رفاقاء السوء يدروا شيء للتجارات المخدرات وأنا كنت محتاج جديد الساعة لفلوس كبرت في واحد البيئة اللي هي زوية هناك كنت زوية وين كان قراءة تعرفت على رفاقاء السوء تبليت تشدت المرة اللولة وما شدوا عندي لها محجوز الأول وتشدت بمستهرات السينادية اللي كنت كانت تسخر من عند ذلك الناس القراءة ما ما كنت توفروش عليها في السيجن يعني هادك شير دليالي شالور يعني أنا اللي اختارت هالطريقة هذي ونادم عليها يعني من اللي كان بغي نمشي نخدم بشي شركة كيكولك حسن تسيره سير سين خمس سنين من اللي أخوتي كان بغي أخوتي المغاربة نمشي نخدم غي سيكيريتي حسن تسيره سير خمس سنين أخوتي يعني هاك الفلوس سير صور لي ضرب نادم صور لي أمرته صور لي أخته يعني هادش هذا ولا فيه؟ البروفوكاسي والتحرد يعني هاد الناس هادو شهروا بيهم وبتزوهم وقلبوا على تصورهم وهم يرجعوا للورد أولا وقبل كل شيء يشرفوني ويسعدوني نكون ضيف شرف قناة هذه الأشواق تحياتي لك الأستاذ الفاضل لا يكبر بك دائما كتوصل الصوت ضعيف اللي ما كيقدوش يوصله بعض القناوات تحياتي لك على مصداقية ديالك أنا أعتمد كنت سكن في مدينة سلا كبرت في واحد البيئة اللي هي زوي هناك كنت زوي بوين كنقرع تعرفت على رفاقة السوق تبليت من اللي لقيت راسي غارق في واحد دوامة ديال البلية يعني ما بقاش لوالدين كيعطوك ذاك القدر من المال وبحكم الرجولة ما يمكنش الأستاذ ديالي بأنك غادي انت تبقاش ماطع لوالدينك بشينا خدمنا بشينا درنا بزفت الحوايج لقينا الحقراءة لقينا بندم كي بغي يستفلك دمك في الشركات واحد القبير يوضف الموراها قد ياليال إخوان تعرفت على واحد رفاقة السوق كيديروات شي ديال التجارة للمخدرات وأنا كنت محتاجة ديالك الساعة لفلوس يعني أنا اللي درجة بيدي المهم بتافقش مع هدوك الإخوان وانا نقول ليهم صافيتها أنا ولا نتسخر ليكم يعني واسط يعني من اللي كنقولوا واسط آآ يعني أنا واسط من اللي كنقول مع هدوك السوق واسطة هو بغي تقول المشاركة في التجارة ديال المخدرات اللي هي مادة تشيرة كنتش كندير تسهيل كنتسخر لهذا ولا هدا باش ندبره يعني من اللي هكا وهكا والنس كيسولوا في الطورات القادية والليش أنا من اللي كيشوفو الناس كيجيوا عندي والليش كنجي بسلعة ديالي يعني الناس كيسولوني تأفلان فينها هو فلان فين وا ولويش كنجيب السلعة يعني أنا اللي اختاريش هاد المسيرة هذي يعني أنا اللي اختاريش هادش هذاuria من بعد الناس واللو كيسولوا فياه ويقولوا لي فلان فلان ونقول آجي أنا فلان علش أنا من لي نجيب ديالي و ولا عندي جنور ديال صاحب الكمياع ن sommائعه نجيب ديالي هدو أدو مخالف القانون انا عارفه ولكن دروف كانت حالة يرتع لها في كورونا رك عارف مخدامين مردامين قرأينا صافي اللي كانت بسلعة تشدت المرة الأولى ومشدوا عندي لمحجوز الأول وتشدت بمستهرس سينادية اللي كانت تصخر من عند ذلك الناس المرة الثانية أو ثانية قلت اه ادارة تقيد ماج قد قد لك المجاج لقيت تمام قد تخرب المجاج لقيت الادارة ومشهر السيجون اللي في الرباط ماجي هي المؤسسة السجنية دي العارفات ولوضعها جوج ولا يعني كان ينشي شرفاء وكان ينغير شرفاء كان الناس اللي كي تملصوا عليك عدم المسحة عدم الطبيب انا هاد شي هذا العبلية على البسيكولوجية ديالي يعني ذلك القائم وذلك الحمام ممكن تاخدش فيها راحتك والكارامل الساجن هذه القارامة ممكن توفرش عليها في السيجن يعني هادك شي رد لي شالور شحال من واحد كيدخل نسكين درويش الله مو الضعف والسياد كي خرج موجريم كي تكون موجريم علش كي تكون موجريم لان هادك الدغوطات وديك الممارسة والعنف وديك طرد التعسو فيه لا بغي شي غير كينا يعطلوك انا من اللي خرجت خرج هكا يعني من اللي كان بغي نمشي نخدم بشي شركة كي يقولك حوسن السيرة سير سين خمس سنين من اللي اخوتي كان بغي اخوتي المغاربة نمشي نخدم غي سيكريتي حوسن السيرة سير خمس سنين اخوتي نبغي نخدم غير عسل سيكريتي شفت رأسي انا يا عائلة على العائلة ديالي وليت عالي على العائلة ديالي 36 سنة انا مبا مرأة انا مبا مرأة انا بقى انتظرا يعطيوني انا يا والدية يعني سافل بشيت عوشاني بقيت كم تسخر ما بقيت كم تسخر بقيت كم تسخر يعني واحد السيد كون اكتعته معا واحد السيد بشي يجيب لحشي وليش خلوا لي مصطرة السينة دية يعني انا مع مرأة ما تشدت بمحزوز يعني انا اللي اختارت هالطريقة هذي ونادم عليها علش ندم عليها يعني انا يا مثلا قولوا كبرت ما بقيتش باغي رجع للحبس باغي انخدام انا باغي انتجواج الصورة الحمد لله خرجنا بها زوية كونما كنت انا يا والناس را ما تسقبلنيش في القناة دية المصداقية وكيعيطوا لي عينتش قانوات وما كندوش علاش حيت ماشين مصداقين ولكن اخويا كامل صار حطلها لأسر ديالي انا اللي اخدتها الطائقة ووالي دية مساكن ما ادراه وش ماشي ديال هاد الشي هاد وده بقى انا ندمته هادك الشي عليش درت قاناة وكن نصح الشابب باش مالجقوش لطراق الانحيران هالك على درتي القاناة هاد المحتويات ديال السجنة سواء سجنة اذكو او سجينات انا كايني ديرين هاد القاناوات لكن من بعد اخرى انا كنشوف نخضر بني سبك تهديدات مجددات مجددات السبب ديال هاد شي كامل وهو الكودات بالسوبرشاط اموان مشبوهة دا بكينا واحد الجالية كتدعم واحد الطارق يعني قبل ما تقول بنا قوسين طبع الفلوس دا بايس معني دا بكينا واحد الجالية مداب زمع واحد الجالية قبال من المحتويات السوجون وما مداب زينك محتويات اخرين من اللي يدخلوه كل واحدش تتعرف بالكودات انا قالوا لي نعطو كل تلف درهم سبلينا كانسا قلت ليهم الله اعطوهني مئة الاف نسب ليهم واحد البنات قلت ليهم الله يعني هاد شي هادا ولا فيه بروفوكاسي والتحريد يعني هاك الفلوس سير صور لي دار بنادم صور لي امرته صور لي اخته يعني هاد شي هادا جاوز عن حد دول السود والله اخوتي المغربين لما كانت تكلم من اللحق وانا كنقول خاص ناس والوطات المعنية بالامر تدخل وتراقب هاد القناوات تراقب القناوات وتشوفوا شكل عنده المصداقية وشكل يتكلم عن الحق وشكل يبغي الخير للوطن وامتك هاداك المستوى ديالنصائح عدم احنا تكرفسنا اخوتي كما قالوا القناوات الاخرين احنا تعدبنا ما بغيناكم شتيروا بحنا ولاداتنا هاداك شي ما بقاش يعني هاد الناس هادو شهروا بيهم وبتزوهم وقلبوا على تصورهم وهم يرجعوا اللور ده باش كل يبقى بقى واحد الناس الجالية وهم اللي محتكرين هاد شي هذا وكيعطيه واحد السوبر شاط خيالي واموال مشبوهة نصيح الهاد السوجانه هما كما دخلوه نهار اللول بلا كودات بلا والو يبقى وغادين هكا باش تكون مصداقية هاد هي المصداقية اما باش تشد الكودات وتسب هادا وتصور مرت هادا وهذا وتصفتها من الناس اللي في اوروبا هادوك الناس شنو كيدروا اخويا كامل مثلا كيتفرجوه في اللايف وهما كيتخلصوا هاد الناس رميمكنش يجيوا واحد من اوروبا ولوحده وتبقى تعطي عشرات المليون هاي واحد بنت اسلا معروفة فتيخ مفضل وواحدة عطيتها سبعات المليون بغي باش تبشي تصور لها واحد السيد وتشتزوره هاي امور خطيرة الامور خطيرة تولاتها صاحبك بنادمك يقلبلك على لوكاليزاسيو ديالدارك يعني بغي يختاطفك ودابا بغتين نوريك الفيديو نوريه لك اللي اختاطفوهم كانسة شدو عليهم ملايين صحيحة سبعات المليون باش يعريبوك يقولولي يعطي الفلان تحية يعطي الفلان تحية يعني ما بقاش دك شي ديال القيصاص ودك شي ديال ما تديروش بحال نو مطحوش فلان مارد ويقوليهم بأن الحبس رخاياب وهادي وفيه تكرفيس وفيه العدب لا ما بقاش دك شي ده ببك ممك هادي ممك ولاو كيلعبو على التصاور هات صحاب القانوات ولاو كيلعبو على البتيزاز وبتشير أفر هاد شي ولاو تحديات المودون ولا بنادم كيح الكاميرا بستريم تقولك انا فاس اجيل عندي انا فكاز اجيل عندي هادو ماشي هادو ماشي سجناء هادو الناس اللي كيمولو ذك السجناء باش هادوك السجناء يسبوا هادوك الناس اللي كيمولوهم بحال ده انا كنا مولك انت ساجين تائبة تسب لي واحد فلاناوة تقلب لي على التصاور وكين انت شي ساجينين كان غير غير تائبين لكن كان السجن تائب يبقى على القصص دياله ما غادش يبقي يسبوي عائر الناس ويشهر ويبتزوي شد الكودات هاد شي كامل من اجل نشوة المال كين اخويا كامل هاد شي هذا لا يبشر بالخير يعني هاد شي هذا تجاوزان حدوك اشكل دي الحمزة من بيبي حمزة من بيبي كان يشرب الصور هادو ويبقي القتيلة هادو تيقول لبنات منعطك 100 يالو فصير خسرة يعني ما بقاش محتوى السوجون ابشوه بعيد والله تبشوه بعيد ولاو تهديدات هاد تتجاوز على حمزة من بيبي وتجاوزك على ويبقي القتيلة من المحتوى السوجون ما بقاش محتوى السوجون هادوك الحباسة تابو كين انشي قناوات كيمسبوريوس هم تأم من الناس السوجون التائبين وهو ما كيشد الفلوس وكيشعروا اشترك الان في قناة أشواق عتيفي وفاعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق عتيفي شريد إلكتروني وطنية شاملة ومستقلة